هل فعلاً الإسلام ملوش دعوة بقضية القوانين اللي بتنظمها المجتمعات لحفظ الأمن مثلاً أو ضبط العلاقة بين الأفراد مع بعضها البعض؟ يعني دي قضية ما تخشش في الحلوة والحرام؟ لأ عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين دور المسلم إزاء وحيال القوانين قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه على المسلم السمع والطاعة فيما يحب ويكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يبقى عندنا لو القانون ده متماشي مع الشريعة مش مخالف للشريعة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا اللي إحنا نلتزم بهذا القانون إلا لو القانون ده مخالف للشريعة هنا نقوله لا سمع ولا طاعة حتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أمر رجلا على سرية وانطلقوا معه فالراجل ده الأمير بتاعهم ده غضب منهم فقال لهم اجمعوا لي حطبا فجمعوا الحطب قال أشعلوا فيه النار فأشعلوا النار فقال ادخلوا في هذه النار ألم يأمركم رسول الله بطاعة فعل عجيب قوي من اللي هو عمله ده مش عارفين عمل ليه هذا الأمر المهم اللي هو أمرهم إيه أن يدخلوا النار دي فقالوا لأنفسهم نحن ما اتبعنا رسول الله إلا لننجو من النار وإحنا بنتابع النبي صلى الله عليه وسلم ليه عشان ننجو من النار نرمي نفسنا فيها لا مش هنرمي كده هم خلفوا أمر الأمير اللي النبي قال لهم أطيعوه فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف أنا قلت لهم آه اسمعوا كلام الأمير لكن القيد في المعروف إنما يأمرهم بإلقاء النفس إلى التهلكة أو يأمروا بمعصية الله وأنا أقول لهم أطيعوه لا الطاعة في المعروف الطاعة في غير معصية الله عز وجل ولذلك ربنا عز وجل قال إيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم ما قالش وأطيعوا أقول الأمر منكم إنما وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر فجعل طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله يعني بشرط إن طاعة ولاة الأمر ما تكونش مخالفة لأمر الله وأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لو أمر ولاة الأمر بشيء مش مخالف ومش على هواية أنا ملتزم اللي أنا أعمله آه ممكن مكاسبي تقل شوية نتيجة التزام بالقانون ممكن حريتي تضيق عليها شوية بسبب التزام بالقانون هو ده قوله ما صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما يحب ويكره إلا أن يمر بمعصية يعني قانون مش على هواية بس مفهوش مخالفة أنا مطالب بتنفيذه لأن مصلحة الخاصة ممكن تضر لكن المصلحة العامة النفع العام هيكون عائد على المجتمع عشان كده كما قال الشيخ ابن العثيمين أقسام طاعة ولاة الأمر تلت أقسام أو يعني قريب من كلامه يعني هو قال أربع أقسام لكن مجمل الكلام تلت أقسام للتسهيل بس يعني قسم الأول لو ولاة الأمر أمروا بشيء واجب قالوا لك صلي قالوا لك صوم هنا يتأكد طاعتهم لأن هما بيأمروا بطاعة ربنا اللي هي فريضة عليك أصلاً أو من أمر الله أصلاً فأمروك بشيء واجب تلتزم به طيب أمروك بمعصية برضو قولاً واحداً لا يجوز اللي أنت تلتزم بهذا الكلام اللي لو فيك راه عليك دي قضية تانية أمروك بواجب يتأكد الواجب عليك اللي أنت تلتزم أمروك بمعصية لا سمع ولا طاعة طيب أمروك بشيء لا واجب مش من الفرائد الدينية ولا معصية من الأمور اللي بتصلح أحوالي المجتمع هنا في الحالة دي على المسلم أن يلتزم بهذا القانون لقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما يحب ويكره إلا أن يؤمر بمعصية فالإسلام ما سبش القضية دي كده مطروكة إنما جعل أتباعه الملتزمين المتدينين من أكتر الناس حرصاً على النظام وحرصاً على القواعد العامة اللي ما تفسدش أو تسبب بلبلة أو فساد في المجتمع إنما الضابط المهم في القضية قضية الطاعة في المعروف وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم